خروج التيار الصدري كان كبير يعني عندك أنت 73 مقعد وعندك تحالف بحدود الميتيين وعندك حكومة متحالفة وياك حكومة الكاظمي متحالفة وياك بشكل كبير وكان الكاظمي يعتقد أنه سيد المقتدى زعيم المقاومة في العراق حكومة إليك وعلنها برلمان إليك الزيان الوضع كله إليك وفايز بالانتخابات فتطلع وتنسحب واقعة كبيرة وما موجودة في النظم السياسية بصراحة أنه الأغلبية تطلع أسأل ممكن يقول لك أنا ما شكل حكومة يخفق فيه تشكيل حكومة أوكي بس يطلع يغادر المشهد السياسي تنسحب استقالة ما موجودة فالخروج الكبير لازم ترافقه عودة كبيرة هو يعود يعود هذه نقطة خلوا وراه يرجع للمشهد السياسي وللعمل السياسي تمام كيف الرجع ومتى الرجع هذه السؤالية مو يرجع ولا يرجع لا يرجع كيف الرجع ومتى الرجع المتى يحددون هم توقيتهم توقيت عسي المفتد الصدر بس هو حتى المقربين عندما يعرفوا كيف يرجع يرجع ب حدث أكبر من الخروج وأنا باعتقادي هنا حدث أكبر من حدث الخروج نعم حدث الخروج كان انتهى بمواجه أوكي حدث الخروج انتهى بمواجهة حدث العودة لا يرجع بمواجهة لو لا إذا رجع بمواجهة رح مقتلة فيها بصراحة يعني حاليا الجماعة كانوا يقولون التيار الصدري إذا استلم الحكم راح يذبحنا بسيف القانون تمام حاليا العملية معكوسة وما يذبحون بسيف القانون تمام بس يفكر ومحاولة جر التيار الصدري للصدام ترى مستمرة من الذي يجاي جره؟ أكثر منها حتى أطراف خارجة ما لها علاقة ما يهمها استقرار العراق ما يهمها يقول لك أنا خلص صير فتنة بالوسط والجنوب ها ممتاز أنا كيف عليها عسما نارهم تأكل حطفهم هل تعبير هذا؟ لأنه كل ما يضعف الجنوب تقوى الأطراف الأخرى هذا تفكير تفكير مريض تفكير طائفي على كل حال فأكون محاولات لجر تار الصدري ولكن قضية أيسر واحدة من المحاولات ولكن تار الصدري سيد مقددى عودوا إلى الكهف عودوا إلى الكهف اعتزال اعتكاف مو مرحلتكم الحالية أعتقد يرجعوا بمشروع مشروع مشروع مختلف